اهلا بكم الى نشرة مفصلة للأخبار من الميادين والبداية بالعناوين بعد اللقاء التاريخي في النجف المرجع السستاني يؤكد أولوية القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب والبابا فرانسيس يشكره لرفع الصوت دفاعا عن الاكثر اضطهادا جهاز المخابرات في صنعاء يكشف عن الهيكلية التنظيمية للقاعدة في مأرب مع سيطرة القوات المسلحة على مناطق استراتيجية شمال غرب المحافظة رسالة من بوتين الى المرشد الايراني وولاية يؤكد ان التعاون بين البلدين أدى الى الانتصار على سبعين بلدا شنت حربا عالمية ضد ايران احتجاجات وقطع طرق في لبنان على وقع انهيان غير مشبوق في سعر الصرف وذياب يلوح بالاعتكاف تصاعد التوتر في ارلندا الشمالية مجموعات شبه عسكرية تسحب دعمها من اتفاقية السلام وتطالب بالغاء البروتوكول الاضافي الخاص بها في اتفاقية بريكسيت السويسريون الى صناديق الاقتراع اليوم للتصويت على مبادرة اليمين المتطرف لمنع النقاب في الاماكن العامة اهلا بكم يواصل البابا فرانسيس زيارته العراق حيث يزور اربيلا والموصل اليوم قبل اختتام زيارته بعد الظهر وكان البابا قد زار المرجع الدينية السيد علي السستاني في مدينة النجف الاشرف جنوب العراق في لقاء وصف بالتاريخي مكتب السيد السستاني افاد بان اللقاء تناول التحديات التي تواجهها الانسانية وما تعاني منه شعوب المنطقة من حروب وحصار اقتصادي اما اوساط الفتكان فقالت ان البابا شكر المرجع السستاني لانه رفع صوته في مواجهة العنف دفاعا عن الاكثر اضطهادا اشدد على اهمية التعاون والصداقة بين الطوائف لتنمية الاحترام المتبادل والحوار الحبر الاعظم البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاتوليكية في النجف حيث مقر ابرز المرجعيات الدينية للمسلمين الشيعة السيد علي السستاني قبة للزعامات الدينية الاسلامية المسيحية وفقا للبيان الصادر عن مكتب اية الله السستاني فان حديثا جرى تبادله بين القطبين حول معاناة الانسانية من القهر والاضطهاد وغياب العدالة وكبت الحريات مضافا الى ما تواجهه شعوب المنطقة من صراعات وحروب تمخضت عن اعمال تهجير وخراب ويبدو ان المرجعية الدينية في النجف لفتت الى مصاديق جامعة لكل اشكال المعاناة لتدفع بالاولويات فيها فتقدم مظلمة الشعب الفلسطيني في ارضه المحتلة لوعي تام بمركزية القضية وانعدام اللبس في حجم الحيف التاريخي الذي يكافحه الفلسطينيون مسيحيين ومسلمين على حد سوى ولم يخلو البيان من دعوة صريحة الى الزعامات الدينية الكبيرة للنهوض بمسؤولياتها في الحد من هذه المآسي ومنها حث اطراف الصراعات ومن بينهم القوى العظمى على تغليب لغة العقل والحكمة في مقاربة النزاعات وبشهادة ثابتة على تمسك العراقيين كشعب متنوع الانتماءات بقيم التعايش السلمي والإخاء اكد السيستاني حرص المرجعية الدينية على قيم المساواة التي تضمن للمسيحيين العراقيين العيش بسلام وامن وحرية يضمن حقوقهم دستور البلاد كما يضمنها للمسلمين مذكرا بالموقف المرجعي الصلب من الظلم الذي لحق بالمسيحيين بعد الغزو الامريكي الذي فتح الباب أمام التنظيمات الإرهابية لتمزيق وحدة العراق ولا سيما بعد استيلاء داعش على مدن عراقية عديدة على أن إلاء القضية في فلسطين الأهمية البالغة في مقدمة الحوار يشخص ملامح متماثلة لخطورة الإرهاب الذي قد يمارسه تنظيم إجرامي أو تمارسه أجهزة دولة تحضى بتأييد قوى عظمى أبدالله بدران بغداد الميادين البابا زار مدينة أور التاريخية في محافظة ذيقار جنوب العراق حيث ترأس لقاء الأديان وأكد في كلمة له قبيل الصلاة المشتركة أن الإرهاب لا يأتي من الدين بل ممن يستغلوه ويخونوه وأشار إلى أنه عندما هاجم الإرهاب العراق فقد هذا البلد جزءا من تاريخه ودعا إلى الصلاة والطلب السلام لكل الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا إن الإرهاب لا يأتي من الدين بل ممن يستغله ويخونه وعندما هاجم الإرهاب العراق فقد جزءا من تاريخه ويجب احترام حرية الضمير والحرية الدينية ولن يكون هناك سلام من دون تعاون بين البشر ورسالة السماء هي الوحدة والعمل المشترك والأغوة لنصل إلى أسمى أنواع الإنسانية تحت هذه الخيمة ومن على أرض أور الأثرية اجتمع ممثلو الأديان ترحيبا بالبابا فرانسيس ارتفعت لغة الدعوة إلى المحبة وحماية الإنسان وحرية اعتناق الأديان ورفض التطرف والانقسام الصورة الأكثر تعبيرا هي وقوف رجال الدين على اختلاف انتماءاتهم إلى جانب الحبر الأعظم في مشهد اختصر هدف الزيارة ورسائلها هذه قسالة عظيمة ليست للعراق فقط وليست للناصرية وإنما للشرق الشرق يحمل ديانات عظيمة وحتى المسيحية من هنا واليهودية من هنا والإسلام من هنا وكثير من الديانات زيارة ميمونة وإن شاء الله تتكلل بالنجاح وإحنا فرحتنا من وجود أهلنا وأخواننا من أبناء العراق وأيضا اللي جايين من خارج العراق هذا مفخرة إننا إحنا أبناء الناصرية هنا أور الشاخص الحضاري لأقدم حضارة في بلاد ما بين النهرين وهنا سلالات الملوك ومواطئ وأقدام الأنبياء الذين عاشوا في حقب زمنية سادها التعايش وبرزت فيها روح القوة والأمجاد جملة عوامل جعلت من أور وجهة رئيسية للبابا فرانسيس لقاء قداسة البابا مع ممثليها الأديان السماوية مع كل الأديان الأخرى اللي يعتبرون أنه إبراهيم هو كأب للمؤمنين هو بيرمز جدا كبير حتى يركز قداسة البابا ويركزها اللقاء على شخصية النبي إبراهيم الذي فعلا قام بحج يأمل العراقيون أن تسهم هذه الزيارة في دعم مكانة بلادهم الدينية والحضارية وأن تتحول إلى خارطة طريق للتقريب بين الأديان ورفض التطرف تحت عنوان لقاء الأديان احتضنت مدينة أور الأثرية في ذقار قداس الحبر الأعظم البابا فرانسيس بحضور أغلب الرموز الدينية في العراق للتأكيد على عمق التاريخ المشترك بين أتباع الأنبياء على مر العصور محمد الفهد من مدينة أور الأثرية في ذقار الميادين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن تسمية يوم السادس من آذار مارس من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق وفي تغريدة له على تويتر قال أن التسمية جاءت بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح المرجع السيد علي السستاني والبابا فرانسيس ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية قال مطرانو سبستية للروم الأرثاذوكس عطالله حنى للميادين إن ما يحدث في العراق من تلاق المرجعيات الدينية هو رسالة لهذا البلد العظيم وفي لقاء مع الميادين توجه حنى بالتحية للمرجعية في النجف ولكل مرجعية رسالتها الدفاع عن الحق نحن تاريخنا تاريخنا انطلق من هذا المشرق وقلب هذا المشرق فلسطين إذا ما أردنا أن نتحدث عن المسيحية مهد المسيحية وانطلاقها إلى العالم كان من فلسطين وليس من أي مكان آخر في هذا العالم وبالتالي أنا أود أن أقول لقداسة البابا ولكل المرجعيات المسيحية والإسلامية ولكل أولئك الذين يتحدثون عن أهمية بقاء وصمود المسيحيين في أوطانهم نقول لهم بأن دفاعكم عن فلسطين وشعبها المظلوم إنما هو دفاع عن المسيحية في مهدها دفاع عن أعرق حضور المسيحي في هذا العالم رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملة قال للميادين أن المرجعية الدينية في النجف حاضرة في وجدان الأمة من خلال الحديث عن قضاياها الاستراتيجية وهذا لا يخص العراقيين وحدهم إنما الفلسطينيون واليمنيون أيضا الملة أشار إلى أن البابا فرانسيس زار النجف مدركا أن فتوى السيد السستاني حمت المسيحيين في العراق ما معنى أننا ندعو إلى حوار أديان وتقارب ونحن مع هذا تفصيليا لكن ما معنى هذا مقابل أن هذه الدول العظمى التي سماها الإيمان السستاني الدول العظمى هذه بعض الأحيان تتصرف بدون عقل وبدون حكمة من خلال استهداف القيادات المهمة في العالم الإسلامي والعالم العربي ولعلها إشارة تحتاج إلى رؤية باصرة لعلها إشارة واضحة لاستهداف قادة النصر الذين كانوا سببا في إنقاذ آلاف المسيحيين يا أخي العزيز الحاج المهندس رحمة الله تعالى عليه الحاج أبو مهدي المهندس حينما كان يقاتل يقاتل لأجل الأزيدي ولأجل المسيحي ولأجل السني ولأجل الشيعي ما كان ينظر إلى دين الإنسان أما الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان فرأى أن اللقاء في النجف هو دعوة لجميع شعوب المنطقة إلى الاتحاد ومواجهة محاولات خنق المقاومات ضد الاحتلال هذه المقاومة كانت مقاومة ضرورية كانت هي السبيل الوحيد لمواجهة هذا العدوان الذي دعمته للأسف القوى الكبرى ولم تقف إلى جانب الشعوب المستضعفة والمظلومة وبالتالي هذا الانتصار الذي ذكرت عنه الذي مهد لزيارة البابا إلى العراق نتيجة هذه الفتوى التي ساهمت أيضا هذه الفتوى في مواجهة هذه الحرب من أجل ذرب وخنق المقاومات في المنطقة وبالتالي إعادة تشكيل العالم العربي والعالم الإسلامي من جديد إلى كانتنات طائفية تعبر عن هذا التخلف في العالم العربي وبالتالي إنهاء هذه المقاومة تعد زيارة البابا فرانسيس لمدينة أوري التاريخية من أبرز محطات برنامجه الحافل في العراق ما سبب أهمية هذه المدينة؟ ولماذا حرص منظمو زيارة البابا على إقامة صلاة دينية مشتركة فيها؟ تقرير لملاك خالد هنا يقال إن زقورة أور تضاء بالكهرباء للمرة الأولى في تاريخها احتفاء بزيارة البابا فرانسيس للعراق فالمقصود هو تاريخ يمتد نحو أربعة آلاف عام زقورة أور أو الجبل الشامخ التي لا تزال بعمارتها وتفاصيلها المتقنة شامخة كأحد أبرز أثار الحضارة السومرية بنيت عام 2100 قبل الميلاد خصيصا لعبادة إلهة القمر وهي من بين الأثار الكثيرة المثلة للعيان من حقبة ما قبل الميلاد في مدينة أور التي كانت عاصمة السومريين أكبر وأعظم إمبراطوريات العراق القديم أهل أور أحد أوسع مدن ذلك التاريخ كانوا من الأغنى بحكم عملهم في التجارة الذي ساعد في انتشارها موقعها الجغرافي على مصب نهري الفرات ودجلة في الخليج لكن المدينة اليوم بعيدة عن المياه بسبب التغيرات الطبيعية وهي تقع على بعد كيلومترات من النصرية مركز محافظة ذيقار جنوب البلاد لأور قيمة دينية خاصة في الأديان كافة إذ يعتقد أن النبي إبراهيم ولد فيها زيارة البابا إلى أور وأداءه صلاة مشتركة بين الأديان بعنوان صلاة من أجل أبناء وبنات إبراهيم مع مسيحيين ومسلمين وصابئة وأيزيديين وأقليات دينية أخرى في العراق في موقع قريب لما يعتقد أنه بيت النبي إبراهيم لا شك تكسب هذه المدينة مكانة إضافية في نفوس العراقيين والعالم فهذه الصلاة التي ترفع لأجل السلام والتعايش تأتي بعد سنوات عجاف عاشها العراقيون منذ إعلان داعش سيطرتها على مساحات واسعة من أراضيهم سنوات هجر فيها مسيحي العراق وقتل أيزيديوه وشتت مسلموه من من قاوم داعش كثر من من شاركوا في الصلاة أو شاهدوها ردت وراء الحبر الأعظم آمين لعلها كلمة تختصر أمانيهم بأن تكون هذه الزيارة نورا في آخر نفق طويل ومظلم عاشته بلاد حضاراتي ما بين النهرين ما هو عدد المسيحيين الإجمالي في العراق وأين يتوزعون تفاصيل مع الزميلة مريم عثمان أهلا بكم نحو ربع مليون مسيحيين يعيشون اليوم في العراق عددهم تراجع منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بعدما كان يقدر بنحو مليون ونصف مليون شخص مسيحي العراق يتوزعون على أربع عشرة طائفة معترفا بها رسميا أبرزها الكلدان ويمثلون 80% من مسيحي العراق أي العدد الأكبر منهم تأسست الكنيسة الكلدانية التي تنتمي إلى المذهب الشرقي للكاثوليكية في بلاد ما بين النهرين منذ القرن الأول الميلادي السريان يمثلون عشرة في المئة من مسيحي العراق منهم كاثوليك وهم الأغلبية وأورثدوكس وتضم بلدات قرقوش وبعشيقاء وبرطلة في الشمال أكبر تجمع للسريان في البلاد الأشوريون يمثلون نحو 5% من مسيحي العراق وينحذر معظمهم من إيران والتركيا الأرمان ويمثلون نحو 3% من مسيحي العراق ما بين 80% و85% من مسيحي العراق يعيشون في بغداد وكردستان العراق وفي محافظة نينوى أما في الأجزاء الأخرى من البلاد فيعيش نحو 40 ألف مسيحي إلى 50 ألفا بعد تعديلات أجريت على قانون الانتخابات وقرار مجلس النواب انصف المكونات الدينية في العراق والسماح لها بالمشاركة السياسية عبر نظام الكوتا منح المسيحيون خمسة مقاعد في مجلس النواب العراقي وذلك في كل من محافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك تتنفس عليها سبعة أحزاب سياسية فيما خصصت للمسيحيين خمسة مقاعد في برلمان إقليم كردستان العراق للحجد الشعبي والشهدين سليماني والمهندس دور كبير في تحرير العراق من الجماعات الإرهابية وتحقيق الأمن الذي هو غاية السلام الحقيقي وذلك باستعادة الأرض من المعتدين وصد عدوانهم تقرير محمد أبو عبدالله لا يعني السلام الاستسلام والإذعان فصد الاعتداء والذود عن الديار بعد الخروج منها عنوة تحت وطأة التهديد هما حق تكفل تشريعات الأرضية والسماوية على حد سواء لم يكن تحرير العراق خروجا عن الأعراف والقوانين ولا حيادا عن السلام المنشود فلا سلام من دون استعادة حق ضائع وأمن مفقود وهذان الأمران كلاهما صنيعة الإرهاب وتنظيماته حيث محتلت أرضا ترويعا للآمنين وتلك تنظيمات لا تفرق بين أتباع المذاهب ولا الأديان وما اقترفه داعش في حق العراقيين جرم مشهود تشهد به البشرية قاطبة وقد مس الأيزيديين والمسيحيين والسنة والشيعة وكل المكونات العراقية هنا برز دور الحشد الشعبي في إسناد الجيش إذهب العراقيون بعد فتوى المرجع الديني السيد علي السستاني بما له من مكانة كمرجعية دينية في العراق فكان بذل الجهد لمواجهة الخطر المحدق ثم لتحرير كامل الأراضي قتالا للمعتدين لم يكن ثم تخيار غير القتال صفا واحدا حشدا ومقاومة وجيشا وكان من بين المقاتلين تحت راية الحشد مسيحيون عراقيون وإن ذكر الحشد يلازمه ذكرا شهدان من شهداء قادة النصر هما قاسم سليمان وأبو مهد المهندس بما قدماه في سبيل التحرير في جبهات القتال بل في صفوفها المتقدمة جنديين وقائدين في آن واحد تؤكد الأوامر والتعليمات منهما وحتى المواقف في الميدان أن ما بذلاه يتجاوز الطائفية المذهبية والتفرقة الدينية على خلاف الدعاية الإعلامية من المناوئين ما يؤكد أن نهج التحرير هو تحقيق السلام ولولا ذاك السلام الذي حققه الحشد بالتضحيات الجسام بقيادة الشهدين سليمان والمهندس لما توفرت البيئة المناسبة لزيارة البابا فرانسيس تلك زيارة حققتها استعادة الأمن وقد جنبت تحرير العراقيين ويلات داعش وإرهابه الإجرامي أفاد مصدر ميداني الميادين بسيطرة القوات المسلحة اليمنية على مرتفعات حمة ذياب الاستراتيجية في منطقة نخلة بين الأطراف الشرقية لمديريتين رغوان ومدغل شمالية غرب محافظة مأرب وكشف عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من قوات هادي والتحالف وحزب الإصلاح خلال تطغير هذه المرتفعات كما أكد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على أتباب النضود بجبهة العلم الصحراوية شمال مأرب من جهتها شككت وزارة الخارجية في صنعاء في التصريحات الأممية والدولية بخصوص جبهة مأرب مؤكدة أنها تفتقر للحد الأدنى من المنطق وتتجاهل الجبهات الأخرى المشتعلة كشف جهاز الأمن والمخابرات اليمنية في صنعاء في تقرير تفاصيل مهمة عن قيادات القاعدة وعناصرها في محافظة مأرب التقرير كشف أيضا عن الهيكل التنظيمي للقاعدة بقيادة من يسمى بأمير ولاية مأرب والمسؤول العسكري وبحسب التقرير فإن مأرب تمثل الشريان الرئيسي للقاعدة وفيها عدد كبير من المعسكرات للتنظيم وأشار إلى أنه بعد السيطرة على منطقتين قيفة ويكلف البيضاء والتقدم باتجاه مأرب قامت قيادة ولاية مأرب بإنشاء مآو آمنة في شبوى جددت القوات المسلحة اليمنية استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين صمات ثلاثة الناتق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن أن القصف استهدف مواقع مهمة محققا إصابات دقيقة مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على اليمن بعد تحول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط ومطار أبهى في عسير إلى أهداف يومية للمسيرات اليمنية ما هي رسائل صنعاء إلى السعودية عبر هذه الضربات المتكررة وهل نجحت مساعي التحالف في تخفيف الضغط عن قواته في مأرب عبر فتح جبهات قتل في قتال في الضالع وتعز تقرير أحمد عبد الرحمن من عسير جنوبا إلى العنق في الرياض وجدة المسيرات اليمنية تواصل نقل رسائل صنعاء النارية إلى السعودية رسائل يومية من نار ورعب تتوالى على مطار أبهى الدوري وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط وتتجاوزهما إذا ما أريد لها إلى جدة والرياض لتنذر بما هو أبعد وأعماق ردا على تصاعد الحصار والعدوان وإيضا تصعيد العسكري لقوات العدوان في مختلف الجبهات فهو حق مشروع وطبيعي وقد يتصاعد أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار وتنتهي الوصايا السعودية على اليمن رسائل تقابلها السعودية وتحالفها بمواصلة الغارات على مديرية صرواح ومدغل ومجزر في مأرب ويتسع نطاقها إلى مناطق الجوف والمناطق الحدودية قبال تنجران على وقع استمرار المعارك في محيط مدينة مأرب شرقا وتمددها إلى جبهتي مدينة تعز الشرقية والغربية إثر تصعيد قوات الإصلاح والتحالف ومهاجمة مواقع قوات صنعاء هناك في مسعى لتخفيف الضغط على قواتهم في مأرب مصرح عمليات مأرب قد تم الإعداد له مسبقا والآن قواتنا تتمركز في المواقع المهمة التي تهيئها لتطهير المدينة في أي وقت محاولات التحالف السعودي وقواته على الأرض لإشغال قوات صرعاء عن المعركة الأساسية في مأرب من خلال فتح جبهات القتال الميتة في تعز غربا جاءت بعد فشل التحالف في بدء القتال واستئنافه في الضالع جنوبا ما يعكس قلة حيلة تحالف الحرب وتخبطه الواضحين هذه التطورات ترافقت مع كشف جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء المعلومات التي أفادت بأن القاعدة شارك في جبهات القتال ضد الجيش واللجان الشعبية ولا سيما في مأرب التي يتخذ منها مقرا ويتعامل معها كولاية خاصة أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني معارضة بلاده أي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وفي اتصال تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفت روحاني إلى أن مليارات الدولارات من أموال بلاده ما زالت مجمدة في البنوك العراقية ولم تتحرر وأكد أن وجود القوات الأمريكية في العراق مصدر لزعزعة الاستقرار الكاظمي أكد أنه لا بد من تعزيز العلاقات مع إيران على الصعود كافة واصفا العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بالظالمة وغير القانونية سلم سفير الروسي لدى طهران رسالة من الرئيس فلاديمير بوتل للمرشد الإيراني السيد علي خامنائي خلال لقائه بمستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ولايتي أكد عقب اللقاء أن العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية ومبنية على أساس الاحترام المتبادل وشدد على أن التعاون الإيراني الروسي مع سوريا أدى إلى الانتصار على سبعين بلدا شنت حربا عالمية ضدها أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فين كاظم غريب آبادي أن لدى بلاده أدلة واضحة تدل على تورط تل أبيب في اغتيال العالم الإيراني محسن فخر زادة غريب آبادي وخلال اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد على أن إيران لن تدع جريمة اغتيال الشهيد تمر من دون رد وأشار إلى أن على المجتمع الدولي اتخاذ الموقف المناسب إزاء مثل هذا العمل المجرم وعواقبه الخطرة والاستفزازية على السلام والأمن الدوليين تستعد الأحزاب الإسرائيلية لانتخابات جديدة في ظل معادلات وتوازنات معقدة وأيضا في ضوء توقعات بأنها لن تنهي الأزمة السياسية المستفحلة على الرغم من أربع جولات انتخابية مبكرة في زمن قياسي تقرير هاني فحص اقتراب موعد إجراء انتخابات الكنيسة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي لم يحمل معه بوادر الحل لتفاقم الأزمة السياسية التي جرت إسرائيل إلى أربع جولات انتخابية في زمن قياسي وفي ظل التقديرات التي تشير إلى عجز أطراف السباق الانتخابي عن الحسم تكثر الأسئلة التي تبحث عن إجابات أسئلة من قبيل هل سيكسر تحالف اليمين والمتشددين المعروف بمعسكر نتنياهو سقف الواحد والستين مقعدا المطلوبة لتأليف حكومة يمين صرفة وهل باستطاعة المتنافسين الصعيدين الذين تجمعهما الرغبة في رئاسة الحكومة جدعون ساعر ويئير لبيد الاتفاق على تأليف حكومة معا وهل سيشارك رئيس حزب يمين النفتالي بنيت في حكومة برئاسة نتنياهو بعد أن استفاق فيه حلم الزعامة وطرح نفسه بديلا لرئاسة الحكومة رغبة بنيت في تولي رئاسة الحكومة مستفيدا من حالة التوازن الحسبي القائم بين معسكرين مع نتنياهو أو ضده دفعته إلى الإقاء على موقفه ضبابيا مع أنه مهد لذلك في مواقفه الأخيرة مراهنا على الحصول على رئاسة الحكومة ولو بالتناوب وفي هذا المخاض تتجه الأنظار أيضا إلى طابور الأحزاب الصغيرة التي تكافح لتجاوز نسبة الحسم أو للبقاء عائمة فوقها حيث يتوقع مراقبون أن يكون لمصير هذه الأحزاب دور حاسم في ترجيح كفة على أخرى أو حتى في التسبب بجولة انتخابات قامسة يتوقع لها أن تعمق الأزمة وتفتح باب الاحتمالات على مصرعه تتواصل الاحتجاجات في لبنان وأغلاق طرقات في معظم المناطق وإعادة فتح بعضها وسط تحذيرات من الفوضى بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين من جراء الارتفاع غير المشبوك للدولار الأمريكي مقابل الليرة فيما لوح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب بالفوضى عباس الصباق تتواصل الاحتجاجات في لبنان للتنديد بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي العشرة آلاف ليرة تدهر غير مسبوق في البلاد المضيعون يسألون عن جنى العمر في ظل الغموض الذي اكتنف مصيرا ودائعهم التي تبخرت بعد الارتفاع المريب للدولار مقابل الليرة قطع الطرق يستمر في معظم المناطق وإحراق الإطارات وحاويات النفايات وكلما توفر للغاضبين من الطبقة السياسية أما الساحات فاستعادت حركها بعد غياب بسبب جائحة كورونا جربوا أنتوا نزلوا على الأرض وأنتوا شوفوا أنتوا كيف الطريقة التي تتعبروا منها لأنه قطع الطرقات وحرق الدولي بكتير هذه ما حتفيد أنا هذه بقولها للشارع الثاني اللي عم بيعمل بهالأمور واللي حركهم لأنه بعتقد لا حدا من الرؤسة عم ينزل على هالطرقات ولا هن متضررين نحن عم نتضرر الاحتجاجات تترافق مع اجتداد الاشتباك السياسي والخلافات التي تحول دون تأليف حكومة بعد خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري بتأليفها أما رئيس حكومة تصريف العمال حسان دياب فقرع جرس الإنذار إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة فأنا جاهز للجوء إليه على الرغم من أنه يخالف قناعاتي لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين شو ناطرين؟ المزيد من الانهيار؟ المزيد من معاناة الناس؟ الفوضى؟ لبنان في أزمة خانقة بفعل الحصار الخارجي ومنع وصول المساعدات الدولية إلى بيروت لدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية في أكثر من ملف التحركات الميدانية في لبنان تتواصل احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار انخفاض سعر سرف الليرة فيما الاشتباك السياسي على أشده مع ترنح الوساطات لتأليف الحكومة مع استمرار الحصار الخارجي على البلاد عباس صباق بيروت الميادين الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب وسامة سعد دعا إلى مرحلة انتقالية انقاذية تضع لبنان على الطريق الصحيح سعد وفي ذكر اغتيال معروف سعد دعا المواطنين إلى تنظيم تحركات شعبية هادفة مع اتباع أساليب الوقاية الصحية نحن نطرح الحل الوطني الآمن الذي ينقل لبنان من حالة الأزمة المستحكمة والانهيارات الكبرى والمخاطر المحدقة إلى مجال سياسي آخر صحي ومستقر وقادر على تجاوز الأزمات والانهيارات والمخاطر حل وطني لا يراهن على انتظارات الخارج ولا يتجاهلها ولا يراهن أيضا على إعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بحلة جديدة أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية رمز مشرفية أن الحكومة السورية أبدت استعدادا لاستقبال أبنائها وتذليل كل العقبات التي تواجه الحكومة اللبنانية في ملف العودة مشرفية وخلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد أنه يتم تحضير قاعدة بيانات من أجل العائدين إلى سوريا وضمان عودة آمنة ومستقرة لهم نحن نقوم من جهتنا بقاعدة البيانات للوجود السوري لحتى يكون هناك تنسيق كامل ما بين لبنان وبين سوريا بالنسبة للعائدين إلى سوريا حتى تكون هذه العودة بطريقة يرجع على أمكانة آمنة أمكانة يكون فيها مقومات العيش فيها البنى التحتية فيها الطبابة فيها التعليم حتى نهيئ كل الأرضية لعودي كريمي لهذا النازح فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في ظل انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية اليسار في تونس يختار الشارع لدق ناقوس الخطر بسبب دقة المرحلة التي تمر بها البلاد وللمطالبة بالعودة إلى الشعبي لتقرير مصير البلاد عمادش طهر عند النصب التذكاري لابن خلدون تعددت الشعارات واختلفت بين من يطالب بإطلاق صراح الموقوفين ومن يدعو إلى مزيد من الحريات الفردية تحرك حذرت فيه وجوه سياسية من دقة الظرف الذي تمر به البلاد واعتبرت أن برنامج الإنقاذ يحتم أولا رحيل المنظومة السياسية الحالية إذا ما تميش سعارات سياسية من أجل معناها حماية المالية العمومية وترشيد معناها النفقات من أجل إنقاذ الدولة التونسية من الفساد إذا ما تميش اليوم مطالب سياسية من أجل معناها إنقاذ الفلاحة التونسية وهذا لن تقوم بها حكومة المشيشي حكومة المشيشي لا تملك هذا الحل وأصلا هي معناها حتى وزير منها مستقلين وحكومة عاجزة هذا يتنفذه حكومة يفرضها الشعب التونسي بكل قوى الحية في الوقت الذي تراوح فيه أزمة الحكم مكانها وتتدهور الأوضاع الاقتصادية ترى القوى اليسارية في تونس أن الشعب وحده من يقرر مصير البلاد للخروج من الأزمة الراهنة مصار يستدعي العمل أولا على تنقية المناخات واجتثاث منظومة الفساد الأفق السياسي هو انتخابات سابق الأوانها في غضون 2022 على قعد تنقية كل المسار الانتخابي لا في القانون الانتخابي فحسب ولا في العتبة فحسب ولا في نظام الاقتراع فحسب بمواصلة تحريك الشارع تعول القوى اليسارية في تونس على تحقيق حالة من الوعي الشعبي قد تكون أرضية لفرض شروط تصحيح المسار عبر برنامج إنقاذ سيادي أمام امتداد الأزمة السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية ترى القوى اليسارية في تونس أن سبل الحل تستدعي إجاد ضغط شعبي للمطالبة بوضع برنامج إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة عامة اشترى تونس الميادين أطلقت جمعيات من المجتمع المدني الجزائري ومنظمات حقوقية مبادرة سياسية تحت مسمى تكتل نداء الوطن المبادرة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية وتلاحم الجهود الوطنية للوقوف أمام التحديات الخارجية والداخلية المتربصة بالبلاد وطالب أعضاء شخصيات في جمعيات عديدة بالمساهمة في المساعي السياسية لإعادة بناء المؤسسات وإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية معاول الهدم الآن الإلكترونية للحروب الجديدة اللي يعرفها كل جزائري طبعا المجتمع المدني ما هو غافل على كل هذا وشافوا بأنه يجب تشكيل جبهة وطنية من المجتمع المدني إذا لم تكن هناك لحمة داخلية ووحدة داخلية لجميع مكونات المجتمع فبطبيعة الحال قد ننهار وبطبيعة الحال قد تسقط المكونات هذه الأمة الحرك ليس أنك تمشي في المسيرات فقط بل الحرك هو لقاء النخب لقاء الجمعيات لقاء الناشطين لقاء والبحث عن بدائل والبحث عن اقتراحات قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه يجب عادة النظر في التفويضات التي استخدمت لتبرير هجمات أمريكية على أهداف في الخارج فماذا في التفاصيل وماذا عن التشريع الجديد الذي يصب في الإطار نفسه كراسيا بيطار إلى ما قبل عهدي دونالد ترامب وصلت إدارة جو بايدن في سياستها التي تستند على نحو أساسي على عنصرين المراجعة وإعادة النظر وبعد ملفات عديدة وصل بها المطاف إلى تفويضات استخدام القوة العسكرية اللافت في الموضوع أمران الأول أن الرئيس الأمريكي يدعم استبدال التفويضات القديمة باستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط بأخرى محدودة تضمن حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية والثاني أن هذا القرار يأتي بعد أكثر من أسبوع من اعتماد بايدن على التفويض ذاته لتنفيذ غارة جوية في شرق سوريا تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية أجرت مراجعة قانونية كاملة للضربات العسكرية الأمريكية بحسب تعبيرها خطوة بايدن تأتي بعد تقديم مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من شأنه أن يلغي تفويضات عامي 1991 و2002 للحروب في العراق التي اعتمد عليها رؤساء من الحزبين كتبريرات قانونية لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب الدستور الأمريكي فإن الكونغرس وليس الرئيس له سلطة التفويض بالحرب وفي قراره يلتزم بايدن بالعمل مع الكونغرس من أجل ضمان استبدال التصريح الخاصة باستخدام القوة العسكرية الموجودة حاليا في السجلات في إطار ضيق ومحدد يضمن قدرتنا على حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية مع إنهاء الحروب الأبدية كما تصفها ساكي صحيح أن التشريع الجديد سيلغي تفويضين باستخدام القوة العسكرية ضد العراق لكن ما حصل قد حصل ليبقى السؤال حول مدى الدعم الذي يمكن أن يوفره قرار البيت الأبيض ولسيما أن أعضاء في الكونغرس من الحزبين حاولوا مرارا إلغاء تفويضات الحرب إذا جاز الوصف في سنوات الماضية لكن جهودهم لم تفلح يتصاعد التوتر في أرلندا الشمالية في ظل قرار مجموعات شبه عسكرية أرلندية سحب دعمها من اتفاقية السلام التي أنهت عقودا من أعمال العنف في أرلندا الشمالية وبعد تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاضات بريطانيا بشأن مخالفتها اتفاقية البريكسيت عن البحر الإيرلندي تقرير موسى سرور لندن تثير غضب الأوروبيين بعد شهرين على تنفيذ البريكسيت حكومة المحافظين قررت بنحو أحادي ومن دون استشارة المفوضية الأوروبية تمديد فترة السماح للشركات البريطانية لمدة ستة أشهر إضافية لتضفق السلع عبر البحر الإيرلندي إلى إيرلندا الشمالية إجراء أثار استياء بروكسل التي هددت من جانبها باللجوء إلى القضاء بسبب مخالفة لندن البروتوكول الإضافي في اتفاقية البريكسيت لقد اتخذنا بعض التدابير التقنية المؤقتة لضمان تجنب حصول حواجز في البحر الإيرلندي فضلا عن التأكد من تدفق السلع بسهولة من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية لكن من الواضح أن هذه التدابير مرتبطة بالنقاشات المستمرة والمكثفة مع أصدقائنا الأوروبيين وأعتقد أنه بقليل من حسن النوايا يمكن حل هذه المشكلات التقنية رائحة البرود تفوح من إيرلندا الشمالية منظمات شبو عسكرية ومحظورة تبلغ رئيس الحكومة البريطانية بأنها ستسحب دعمها لاتفاقية السلام التاريخية مؤقتا كما طالبت هذه المنظمات بإلغاء البروتوكول الإضافي الخاص بإيرلندا الشمالية في اتفاقية البريكسيت والذي يبقي الشطر الشمالية منها خاضعا للقواعد الجمهورية الأوروبية أعتقد أن رسالة المجموعات شبه العسكرية إلى رئيس الوزراء تضمنت خيار اعتماد المسار السلمي وهذا أمر مرحب به لكن المقلقة أن يصحب هؤلاء دعمهم لاتفاقية بيلفاست السلمية لشعورهم بأن التوازن الذي يحفظ السلام فيه قد اختل بسبب البروتوكول الإضافي الخاص بإيرلندا الشمالية في اتفاقية البريكسيت البريكسيت ما زالت محط جدل بين الإيرلنديين فالحزب الوحدوي الديمقراطي غاضب من جونسون بعد موافقة الأخير على تطبيق اللوائح الأوروبية في إيرلندا الشمالية فيما أكدت الأحزاب الجمهورية ولا سيما حزب الشينفين أهمية الإبقاء على البروتوكول الإضافي في اتفاقية البريكسيت من أجل تجنب إيجاد نقاط تفتيش رسمية مع الجمهورية الإيرلندية إيرلندا الشمالية قد تتحول إلى قنبلة موقتة تفجر العلاقة بين لندن وبروكسل وتعيد العنف بين الإيرلنديين تطور يحرج لندن ما بين الالتزام بخيار السلام مع الجار الإيرلندي وغضب خلفائها الوحدويين الرافضين لاتفاقية البريكسيت موسى صهور لندن الميادين يتوجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع اليوم للتصويت على مبادرة تقدم بها اليمين المتطرف من أجل منع النقاب في الأماكن العامة المعارضون يصنعون أو يضعون المبادرة في إطار التضييق على مسلمي سويسرا تقرير موسى عاصي بعد فرنسا وعدد آخر من الدول الأوروبية كبلجيكا والنمسا وهولندا والدنماركا جاء دور سويسرا لخوض معركة منع النقاب في الأماكن العامة المعركة التي يخوضها حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط اليميني المتطرف تهدف إلى منع إخفاء الوجه في الشوارع والمواصلات العامة والمكاتب والمطاعم والمحال التجارية والملاعب والتبريرات تراوح بين تعارض النقاب مع القيام الغربية أو استغلال الإرهابيين للنقاب لشن هجماتهم لكن الحجة الأكثر جدلا هي تحرير المرأة من نقابها هناك نوعان من المنقبات الأول لواتي يرتدين الحجاب خوف من العائلة أو البيئة ومبادرتنا هي لتحريرهن من الأطهاد الذي يمارس ضدهن النوع الثاني فهو المنقبات عن قناعة وأعتبرهن جنودا في خدمة الإسلام السياسي المتطرف وهن يشكلن تحديا لقيامنا الغربية ونحن لا نريدهن في مجتمعاتنا معارض هذه المبادلة يضعونها في خانة انتهاك حرية المرأة وخياراتها الفردية والدينية ويتحدثون عن أن التعرض لهذه الحريات هو نوع مموه من العنصرية تجاه المسلمين قبل عام 1945 كنا نعاني من العنصرية البيولوجية وقد انتهت مع نهاية النازية والاستعمار اليوم نحن أمام عنصرية قائمة على الاختلاف التقفي أو العادات الاجتماعية وهذه المبادرة تستغل المرأة المنقبة للإيحاء بأن المشكلة هي في الإسلام وبأن الإسلام يشكل خطرا على هويتنا الأوروبية والسويسرية ويتراوح عدد المنقبات في سويسرا بحسب دراسات محلية بين 20 و30 سيدة فقط من بين نحو 500 ألف مسلم يعيشون في سويسرا طرح هذا النوع من المبادرات في سويسرا هو جزء لا يتجزأ من حملة إسلاموفوبيا يخوضها اليمين المتطرف في كل أوروبا تحت شعار الخوف مما يوصف بالتهديل الإسلامي فيما يؤكد المعارضون لهذا النوع من الحملات أن الأمر لا يتعدى أهدافها انتخابية موسى عاسي جنيف الميادين في ظل التطبيع والتعاون مع الاحتلال وبنحو علني تعود بنا الذاكرة إلى الدراما المصرية التي مثلت أحد أشكال المواجهة بعد أيام من رحيل الممثل الشهير يوسف شعبان الذي مثل دور شخصية بارزة في مسلسل رأفة الهجان في ذاكرة العرب يمثل رأفة الهجان رمزية لاختراق إسرائيل استخباريا وكيف يمكن للعمل الاستخباري أن يحظى بالتأييد الشعبي ويرسم صورة ناصعة عن مواجهة الاحتلال في مسلسل رأفة الهجان يبرز اسم محسن ممتاز والذي أدى دوره الممثل المصري الشهير الراحل أخيرا يوسف شعبان تجسيدا لشخصية عبد المحسن فائق ضابط المخابرات المصري مكتشف موهبة تجسسية هي رفعة الجمال رفعة الجمال هو رأفة الهجان اسمه المستعار والذي زرع في قلب الاحتلال فكان له دوره في حرب أكتوبر 73 ببطولته التي خطفت قلوب الجماهير ووجدانهم في تلك الرمزية البطولية تتجسد المواجهة من مصر أبرز دولها وعموما في سائر دول المواجهة بأشكالها المختلفة سياسيا وعسكريا واستخباريا وسينمائيا وقد نشأ في حذن تلك الثقافة وتربى جيل قلبه معلق بفلسطين القضية وبمواجهة الاحتلال حين ذاك كانت عقول العرب محصنة إلى أبعاد الحدود ولم تكن عرضة لغزو دعائي إسرائيلي أو مطية له لا مباشرة ولا بوساطة الوكلاء من العرب أنفسهم كما حصل قبل التطبيع الجديد وتغلغل بعدها بمنصات إعلامية ومضامين سينمائية درامية يسعى المطبعون إلى غرس الاستسلام والانهزامية في العقول تحت مسميات السلام الإنساني والتسامح الديني كما لو أن الإشكالية هي بين الأديان وليست قضية اغتصاب للأرض والحق واحتلالا للأوطان فماذا عن العمل الاستخباري وأي صورة رسمتها وترسمها الاستخبارات العربية عن نفسها في خضم التعامل المكشوف طارة والمفضوح طارة أخرى والمعلن بتبجح حينا سواء مع الإسرائيليين أو المستعمرين السابقين إنه تحول يقتضي مزيدا من الالتفاف حول المقاومة وتشبعا بفكرها وثقافتها النضالية بعد أن طفح الكيل بالتطبيع والتعاون مع المحتل وببث مسلسلات غسل الأدمغة ومساع اختراق الوعي الشعبي النشرة انتهت هذا تذكير بعنوينها بعد اللقاء التاريخي في النجف المرجع السستاني وكدوا أولوية القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب والبابا فرانسيس يشكره لرفع الصوت دفاعا عن الأكثر اضطهادا جهاز المخابرات في صنعاء يكشف عن الهيكلية التنظيمية للقاعدة في مأرب مع سيطرة القوات المسلحة على مناطق استراتيجية شمال غرب المحافظة رسالة من بوتين إلى المرشد الإيراني وولاية يؤكد أن التعاون بين البلدين أدى إلى الانتصار على سبعين بلدا شنت حربا عالمية ضد إيران احتجاجات وقطع طرق في لبنان على وقع انهيار غير مشبوق في سعر الصرف ودياب يلوح بالاعتكاف تصاعد التوتر في إيرلندا الشمالية مجموعات شبه عسكرية تسحب دعمها من اتفاقية السلام وتطالب بالغالب روتوكول الإضافي الخاص بها في اتفاقية بريكزيت السويسريون إلى صندق الاختراع اليوم للتصويت على مبادرة اليمين المتطرف لمنع النقاب في الأماكن العامة المزيد من الأخبار على صفحة البيادين على الإنترنت الميادين دوت نت وباللغة الاسبانية اسبانل دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء